أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة حرصت على تعزيز الانتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية وتلك التي يتم استرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار الأمريكية وفي مداخلة له خلال افتتاح مصنعي انتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بالجيزة دعا الرئيس السيسي الحكومة إلى الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانئ مشيرا إلى أن البنوكة المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن بعض البضائع في الموانئ كل ما حننتج مواد بنجيبها من بره كل ما تضغط على الدولار يقل الفكرة يعني أنا بسمع كلام كتير يقول لك أنتو أرجو أن انتو تخفضوا من المشاريع القومية عشان تخففوا العبء على اللي إيه على الدولار لا يا جماعة لا وبالمناسبة يعني ان شاء الرحمن الرحيم يمكن أن الدكتور مصطفى كان بيكلمني في أول مبارح يعني بيكلمني على خطته في لأن احنا كنا قلنا من شهرين أن احنا محتاجين المستلزمات الموجودة في الموانئ تطلع الدكتور مصطفى فكان بيارض علي من يومين الخطة بتاعت خروج هذه المواد وانا مش بعلنها للناس احنا قلنا كلام وبالنفذه إن شاء الله فطبعا البنوك المصرية ستغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمدات ديت في خلال 3-4 ايام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة